بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شفير مرسالي السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحوا طبعا في هذا الفيديو سوف أوضح أسباب إغلاق القناة الأولى وهل سوف ترجع أو لو أحدر جميع القنوات التقنية العربية بدون استثناء الجميع سواء كبيرة جدا صغيرة أو المتوسطة من شيء خطير سوف يسبب في إغلاق القناة الخاص بك إذا لم تتصرف لأن لديك قنبل موقوطة في قناتك وأنا متأكد أن جميع القنوات لدي مثل هذه الفيديوهات ثم أعرض أيضا على صرحة عشرات الفيديوهات التي رفعت على اليوتيوب يعني تزامنا مع اليوم الذي غلقت في القنوات ما شاء الله عشرات الفيديوهات ما أقلقني وما استفزني هو بعض القنوات التي نشرت فيديوهات وتؤول لأسباب إغلاق القناة الخاص برغم أنها لا تعرف الأسباب بهذا المفهوم كما أود أن أشكر أيضا القنوات التي رفعت فيديوهات تضامنت معي وعطت وجهة مضارها حول الأسباب التي قد تكون ولكن هناك بعض الناس يقول لك عنوين مظللة لو كذا ولو كذا يعني أشياء ليست لها علاقة نهائيا فالأسباب حتى أختصر معكم إخواني الكرام هي أنه تقريبا يعني مدة أسبوع جاءتني مخالفة إرشادات المنتدى حول فيديو أعترف بأنه ذلك الفيديو فعلا يستحق تلك المخالفة لأنه فعلا يعني يدخل في إطار مخالفات إرشادات المنتدى لكن في يوم الأحد أو يوم السبت يعني الليلة يوم السبت جاءتني مواشرة مخالفتين متتاليتين حول فيديوهين لا يخالفا نهيا إرشادات المنتدى سببا مواشرة في إغلاق القناة فاليوتيوب ثلاثة مخالفة تغلق يعني القناة الخاص بك طبعا هؤلاء الفيديوهين أو ذلك الفيديوهين إخواني الكرام لماذا يعني يخالفا إرشادات المنتدى لأنه هناك فيديو كنت أشرح فيه وأحذر فيه كان فيديو تعليمي حول برنامج يتم اختراق من خلالها يعني الهواتف الأندرويد وكان الغرض من فيديو تعليمي وكنت استنت على قانون يوتيوب يقول بأنه لا نسمح بنشر محتوى يشجع يعني على الأرشطة الغير القانونية أو يحرض المستخدمين على انتهاك إرشادات يوتيوب لكن يقول قد نتيح عرض تمثيل لهذه الأرشطة فقط إذا كانت تعليمية أو وثائقية بطبيعتها شرط أن لا يكون الهدف منها مساعدة الآخرين على تقليد ما ورد فيها يعني أنه ورد في الفيديو وتشجعهم عليه والشيء الذي أنا شخصيا قمت به وضعه أي حضرت الناس حتى يحمون هواتفهم من برنامج خطير يتم اختراق به الهواتف الأندرويد وطبع الحال كان الفيديو تعليمي لهذا فهذا النوع من الفيديوهات موجود تقريبا في عدد كبير وكبير جدا من القانون لهذا أنا قلت لكم لا يفهمون ما يقولون يعني ويسبب هذا الأمر في إغلاق قنواتهم كنصيحة شخصية إذا كنا ذلك مثل هذه الفيديوهات التي تشرح أو تحدر الناس من المرنمج مثلا لاختراق الفيسبوك لاختراق يعني الحسابات لاختراق مثلا الشبكات رغم أنه فيديوهات تعليمية فسارعة لحبفة لأنه كما ذكرت لديك قنبلة موقوطة في قناتك أخي الكريم أختي الكريم وهذا نصيحة مني شخصيا ثم يعني إخواني الكرام المشكلة الثانية التي تسببت في عدم استرجاع القناة إلى غاية الحين وحتى في إغلاقها هي أنه الدعم الخاص بمليون مشترك الدعم يعني فريق الدعم أنا شخصيا من خلال تجرباتي الشخصية الخاص بمليون مشترك فيعني لا يتجاوب معك ولا يفهم مشكلتك ولا يحاول أن يحاور معك أصلا لهذا أنا شخصيا أحن لأوقات كانت فيها قناتي يعني قناتي فيها تقريبا أقل من مليون مشترك هناك أتواصل مع ناس على اليوتيوب مساعدين يعني وسوبرت بهذا المفهوض ويتجاوب معك ويصلون مشكلتك إلى اليوتيوب ثم يقومون بحلها فكم من فيديو جاءتني فيه مخالفات حاورت معهم فهموا بأن الفيديو غير مخالف أوصلوا لفريق السياسة وقاموا بيرجاع الفيديو وانتهى الأمر بدون مشاكل لكن فريق الدعم الخاص بمليون مشترك لأنه هناك فريق الدعم خاص بمليون مشترك يرد عليك بسرعة ويرد عليك بشكل روبوت يعني تقول لا لدي مشكلة في مخالفات يعني إرشادات المنتدى جاءتني مخالفة بهذا الشكل وأنا لم أخالف إرشادات المنتدى المرجو يعني إيصال مشكلة يقول لك يرسل لك يعني يعني نص إرشادات المنتدى ينسخه ويضعه يعني في رسله ويرسله لك وخلاص لا حد يفهم مشكلتك إلى غير ذلك فذو السبب الذي أدى إلى إغلاق القناة إخواني الكرام وفريق الدعم الخاص بمليون مشترك لا يتوجوب معنا يعني بهذا المفهوم من خلال تجربتي أنا شخصيا بعد أن دخلت قناتي في مليون مشترك إخواني الكرام فكنت قد تبقى وأن قمت بيرجعي بنفس المشاكل تتذكرون ذلك جيدا فغلقت القناة ثم أرجعتها الحين يعني أغلقت مرة أخرى ولكن الحين مشكلة أنه ليس هناك معا من تتواصل معه أنا رسلت لهم حتى يعني إرسالة قبل رسالة قبل أسبوع ولم يردوا ثم رسلتوا إلى فريق الالتماس الخاص بإغلاق يعني القنوات فردوا بنفس الطريقة ويبقى لدي الحل الحين إخواني الكرام أني رسلت يعني أشخاص يشتغلون في اليوتيوب أنتظر الرد